الهلال السوداني ينهي نصف المشوار نحو التأهل إلى كأس الملك سلمان للأندية دور المجموعات ونهائيات كأس الملك سلمان للأندية بعد فوزه منذ قليل على فريق الصفاقس التونسي في رادس واحد مقابل لشيء مليون مبروك لفريق الهلال السوداني هارد لك لنادي الصفاقس التونسي السلام عليكم ورحمة الله عايز في بداية الفيديو اسمحولي أحي تحية كبيرة لفريق الهلال السوداني ولاعب الهلال السوداني اللي بعد معاناة كبيرة وإلا وقلة التدريبات وعدم التدريب لفترة طويلة والعودة منذ أيام قليلة فقط والصفر من هنا وهنا وهنا فريق الهلال السوداني برغم كل المعاناة اللي بيعانيها فريق الهلال في تجمع اللاعبين وتدريب اللاعبين والتجهيز للمباراة ونهاية موسم والمشاكل اللي موجودة في السودان الشقيق نتمنى لهم السلامة بإذن الله فريق الهلال السوداني بقيادة فلوران إبنجي واللاعبين بيقدموا مباراة تيك تيكية من الطراز الرفيع مباراة بصراحة قوية جدا جدا من جانب الهلال السوداني هتقول ليه بتقول الهلال السوداني أقولك لأن فريق الصفاقسي التونسي كان في أمور طبيعية وكان بيلعب في أمور طبيعية صحيح في نهاية الموسم واعتراض حسام البدري والجهاز الفني على تحديد المباراتين في التوقيت ده بالذات بسبب نهاية الموسم وبعد انتهاء الموسم واللاعبين في حالة بدنية غير جيدة ولكن الهلال السوداني يا جماعة بيلعب من غير تدريب من غير استعداد من غير أي شيء بيجمعوا اللعيبة ويصفرهم من بلد لبلد إلى تونس وبيقدموا مباراة بهذه الروعة الهلال السوداني النهاردة تيك تيكيا على أرضية الملعب من أحسن المباريات اللي عملها رغم كل الظروف عشان كده لازم نحي فريق الهلال السوداني لازم نقول للهلال السوداني شابوء على كل هذه المعاناة وبعدها بتقدم هذه العظمة على أرضية الملعب هارد لك لفريق الصفاقسي عندنا مباراة عودة تانية في ملعب الصفاقس أو الطيب المهيري بصفاقس طبعا مبارتين زهاب وإياب المباراة الأولى كانت بتاعة الهلال السوداني والمباراة التانية هتكون بتاع الصفاقسي التونسي النهاردة فريق الهلال السوداني بما أنه هو اللي فاز بدأ بتشكيله بقيادة فلوران إبنجي المدرب المحترم اللي كان قريب جدا في دوري أبطال إفريقيا أنه يتأهل إلى دور ربع النهائي من دور المجموعات ولكن يعني في آخر الوقت ما تأهلش في دوري أبطال إفريقيا ولكن قدم الهلال السوداني بطولة ولا أربع ولا أروع دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بدأ النهاردة الهلال بقيادة إبنجي بتشكيله مكونة من عيسى فوفانا اللي اعتبر من نجوم الهلال ونجوم المباراة ستيفن إيبولا محمد أحمد إرنك عثمان ديوف فارس عبد الله عماد الصيني والد دين خضر ديفيد أبانجا وياسر المزمل ومحمد عبد الرحمن الخبرة الكبيرة والقائد اللي موجود دايما بيبصم على كل كرة وبيستلم كل كرة ويلعبها ليه المهاجم أو للأطراف والمهاجم الخطير للوبو مكابي أو مكابي للوبو بالنسبة ليه المباراة كان فيه نقطة تحول للمباراة ضرب الجزاء للصفاقسي التونسي في الديه 12 يتصدى لها عيسى فوفانا الحارس الإفواري الحارس المميز جدا بعد تصدي لضرب الجزاء اللي سددها اللاعب أشرف الحباسي لعب الصفاقسي التونسي والله بعد تصدي هذه ضربة الجزاء كأن لعب الهلال السوداني تحولوا في المباراة كأن لعب الهلال السوداني استفزوا في المباراة شفنا أداء مختلف من الهلال السوداني بعد الديه 12 وشفنا اداء جميل جدا من الهلال السوداني وهجمات على طول الهلال السوداني هجمة خطيرة يتصدى لها حارس الصفاقسي التونسي في الديئة 15 بعد استقبال او بعد تضيع ضربة الجزاء مباشرة وفي الديئة 25 ضربة جزاء للهلال السوداني ولكن يتصدى لها المخضرم محمد عبد الرحمن كابتن الهلال السوداني اللي بيضعها في المرمى وتعلن النتيجة واحد مقابل اشيء لصالح الهلال السوداني وينتهي الشوط الاول بتقدم الهلال واحد مقابل اشيء بنفس الجدية ونفس الكفاءة والهلال السوداني بينزل الشوط التاني النهاردة كنا شايفين الصفاقسي التونسي تايه في ارضية المرعب تحس ان اللاعبين مش مركزين في المباراة تحس ان اللاعبين ما دخلوش اجواء المباراة تحس ان اللاعب الصفاقسي التونسي مجهدين في المباراة اللي يقل بدنية ضعيفة جدا في نهاية موسم صحيح ولكن ده مش عذر انك تقدم مباراة بدنية بهذا السوق على أرضية ملعب رادس أمام الهلال السوداني اللي مستعدش أصلاً للمباراة بالشكل الجيد الهلال في الشوط الثاني كان أفضل كمان من الشوط الأول وفي آخر ربع ساعة فريق الصفاقسي مع تغييرات كتير من حسام البدري عملها حاول الصفاقسي أنه يتعادل في المباراة ولكن ما قدرش وانتهت المباراة واحد مقابل لشيء لصالح الهلال السوداني مباراة العودة هتكون في ملعب الطيب المهيري بصفاقس في تونس يوم 7 يوليو 2023 طبعاً الفائز في مجموعة المباراتين هيروح للمجموعة الأولى اللي بتضم الترج التونسي والاتحاد السعودي والشرطة العراقي باقي 23 يوم فقط على كأس الملك سلمان للأندية بطولة ممتعة في انتظارها بإذن الله مبروك للهلال هارض لك للصفاقسي وتحية كبيرة لفريق الهلال اللي عمل مباراة رائعة جداً جداً رغم الظروف ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته